بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد هذه كلمة أرجو أن لا أطيل فيها بمشيئة الله عز وجل تتناسب مع قرب شهر رمضان إذ ما هي إلا أيام قلائل ويدخل علينا هذا الشهر الكريم وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول قد أظلكم شهر كريم وظاهر حديث أنس أنه كان يقول لهم هذا الكلام قبل دخول الشهر فيذكرهم بفضل الشهر ويذكرهم بأعمال هذا الشهر الكريم المبارك وإن المسلم في مثل هذه الأيام قبل دخول شهر رمضان يستعد لدخول رمضان بشيئين أساسيين أول هذين الأمرين أن ينوي ويعزم على الطاعة ولذلك فإن الإمام أحمد قال لابنه عبد الله لما قال له ابنه عبد الله أوصني قال يا بني إنوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير يقول ابن مفلح لما نقل كلام الإمام أحمد قال فيا لها من وصية عظيمة من أبي مشفق لابنه حوت خير الدنيا والآخرة أو نحو مما قالوا فالإنسان ينوي الخير ويعزم عليه وقد جاء في بعض الأخبار أن نية المؤمن أبلغ من عمله ولذا فإن من ينوي أن يعمل عملا طيبا صالحا مبرورا ثم يمنعه من هذا العمل مرض أو عجز أو شغل أو نحو ذلك من الأمور فإن الله عز وجل يثيبه على نيته ولو لم يعمل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيم ولذلك فإن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة على الخصوص أنهم يؤجرون على نياتهم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بالحسنة فعملها كتبت له إلى عشرة أضعاف أو نحو مما قال صلى الله عليه وسلم وهذا من رحمة الله بهذه الأمة الضعيفة في أبدانها القصيرة في أعمارها فإن عمر هذه الأمة قصير كما تعلمون مقارنة بالأم السابقة فإن نوحا عليه قومه يدعهم لتوحيد الله وإنقاذ العبادة ألف سنة إلا خمسين عاما وقبلها كان له عمر وبعدها كان له عمر بعد الطوفان ولذلك قيل إن عمر نوح عليه السلام ألف وخمسون عاما إن صح ذلك في المقصود أن الإنسان ينوي الخير فإن مجرد نية الخير والعزم عليه يؤجر عليها إن طرأ طارئ ومنع مانع من فعل ذلك الخير لنوحا ولكن هذه النية لا بد بمعرفة الأمر الثاني ما الذي ينوى فليس كنت أمر ينوى وإنما ينوى الأمر المشروع دون ما عده ونحن مقبلنا في هذا الشهر الكريم حري بطالب المسلم عموما أن يعلم ما الذي يشرع في هذا الشهر الكريم لكي يتعلم الأحكام فيؤديها صحيحة ولكي ينويها ويعزم عمرها إن قدر على ذلك فإن الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى أول هذه الأعمال التي تفعل في جهة رمضان وكلنا يعرفه هو وجوب صيامه وقد قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال سبحانه كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فدل ذلك على أن المرء يجب عليه أن يصوم شهر رمضان إن كان مكلفاً قادراً على الصيام وهذا موضح لا شك فيه الأمر الثاني إن من أكثر الأعمال التي تتأكد وتستحب في هذا الشهر الكريم هو قيام ليله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وجاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ذكر بعض الشراح أن من قام رمضان غفر له بالسببين بسبب قيامه الشهر كله وبسبب قيامه ليلة القدر لأن ليلة القدر هي إحدى ليالي هذا الشهر المبارك ولذلك فإن المسلم حري به أن يحرص على قيام هذا الشهر المبارك وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقومه وقامه الصحابة بعده وما زال المسلمون يقومونه فراداً وجماعات في صلاة التراويح ولنعلم أن من فضل الله الواسع علينا أن الله يثيب قيام الليل لشخص لم يصلي من الليل إلا الفرائض فقد جاء في حديث عثمان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد العشاء فكأنما قام نصف الليل ومن شهد الفجر وفي بعض طرق الحديث ومن شهد العشاء والفجر فكأنما قام الليل كله وهذه دلنا على أن المسلم يحرص على أن يصلي هاتين الصلاتين في جماعة العشاء والفجر فمن صلى العشاء والفجر مع الإمام فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يكتب له أجر قيام ليلة فهذا أقل ما يمكن للمسلم أن يحرص عليه إن شغل عن غيرها من الصلوات كالتراويح وغيرها العبادة الثانية التي يشرع فعلها في شهر رمضان وهو قراءة القرآن وقد ذكر العلماء أنه يستحب قراءة القرآن في رمضان خاصة كما قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للنس وبينات من الهدى والفرقان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبرائيل عليه السلام فيدارسه القرآن حتى كانت السنة التي قبض فيها صلى الله عليه وسلم فدارسه القرآن مرتين أخذ العلماء والشراح من هذا الحديث أنه يستحب للمسلم أن يختم القرآن في رمضان مرة على الأقل ولذا فاحرص على أن لا ينقص هذا الشهر الكريم عن ختم القرآن مرة فإن فضل الله عز وجل واسع وعظيم ولا تحرم نمسك من هذا الفضل العظيم الأمر الثالث مما يفعل في هذا الشهر الكريم وهو كثرة لزوم المساجد وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون إذا دخل شهر رمضان نلزم المساجد نحفظ صيامنا وهذا يدل على أن كثرة لزوم المساجد فيها أجر عظيم عند الله عز وجل ولو لدقائق معدودة بعد الصلاة أو قبلها والمرء ما زال في صلاة منتظر الصلاة والمرء ما زال تسبح لها الملائكة ما لم يحدث أو يتكلم وهكذا من الأحيث الكثيرة التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم فكلما مكثت في المسجد ولو دقيقة فإن لك أجر وخاصة في رمضان وقد جاء أن عبد الله بن أونيس الجهاني ذكر عن أبيه أونيس الجهاني رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجعل لي ليلة أني إمام قومي في البادية فاجعل لي ليلة آتي مسجدك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيتي ليلة 23 قال ابنه عبد الله فكان أبي إذا جاءت ليلة 23 ربط دابته عند باب مسجد رسول الله ولم يخرج إلا بعد طلوع الفجر وإذلك يقولون إن أقل الكمال أن يعتكف المرء ليلة كاملة أو يوما كاملا كما دل النبي عليه الصلاة والسلام أنيسا في هذا الحديث وأما أكمل الكمال فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يعتكف عشرة أيام وهذا من لزوم المساجد الأمر الرابع مما يفعل في شهد رمضان قالوا هو كثرة والعناية ببذل الصدقة سواء كانت الصدقة صدقة واجبة وهي الزكاة أو نافلة وقد جاء عن ابن عباس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل يدارسه القرآن كان أجود من الريح المرسلة صلى الله وسلم ومما يتعلق بالجود في رمضان ما يتعلق بالواجب وهي الزكاة فقد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال للمسلمين أيها المسلمون إن هذا الشهر شهر زكاتكم فأدوا ما عليكم من الديون وأخرجوا زكاتكم قيل إن هذا الشهر الذي عناه عثمان هو شهر رمضان وقيل المحرم والعلم عند الله فالمقصود أن إنفاق الصدقات عموما ومنها الزكاة الواجبة لمن لم يخرجها في غير هذا الشهر متأكدة في هذا الشهر الفاضل الكريم ومن الصدقات الفاضلة إطعام الطعام وقد جاء أن الصحابة كانوا يتبارون يعني يتسابقون في إطعام الطعام في شهر رمضان ولعل مستنده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فطر فيه صائما كان له مثل أجله وفطر تحتمل الأكلة التي تكون في أول الليل وتحتمل أن تكون أي أكل والشرح بعضهم قال كذا وكذا وفضل الله واسع والإنسان يحسن ظنه بالله عز وجل فإن الله عز وجل كريم ومما يتعلق بهذا الشهر الكريم أن يعني المرء بأمر مهم وهو حفظ رسانه فإن الصحابة كانوا يحفظون لسانهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمرأتين كانت قد تكلمت لم يصوم والحديث فيه ضعف ولكن يذكره أهل العلم من باب التذكير والوعظ ولذلك يحرص المسلم في نهار رمضان وليلة فإن النهار والليلة سوى يحرص على أن يحفظ لسانه من السب فلا يسب أحد ومن الشتم فلا يشتم أحد ومن الغيبة فلا يغتاب أحد لا صغيرا ولا كبيرا لا قريبا ولا بعيدا وهكذا يحفظ لسانه فإن حفظ اللسان من الأمور المهمة التي يعنى بها طالب العلم فإن حفظ اللسان مهم وكثير من الناس قد يأتيه ما يغضبه في الطريق فيسب ويشتم أو يأتيه في بيته ما يغضبه فربما أقذع على ولده أو بنته ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو قاتله قاتله يعني أراد أن يحاجه بعضهم يقول المقاتلة هنا بمعنى الحجاج وبعضهم يقول المقاتلة غير ذلك فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم فالإنسان يذكر له الصوم وقوله إني صائم يقولون هذا مستحب إذا كان الصوم واجبا فيقول إني صائم لأن الناس كلهم صائم وأما إذا كان من دوبا فبعضهم يقوله الصائم وبعضهم يقوله في نفسه وهذه مسألة أمرها يعني سهل وعلمها عند الله عز وجل وإذلك فإن المسلم في مثل هذه الأيام ينوي الخير ويتعلم أحكامه فإذا تعلم نوا الخير وعزم عليه فإن جاء له سفر أو عرض له عارض أو شغل أو مرض فإن الله عز وجل من رحمته وكرمه يثيب العبد الصالح على ما نواه نية صادقة جازمة عازمة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا الهدى والتقى وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وأسأله سبحانه أن يرضى عنا وعن والدينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر علينا عيوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأسأله سبحانه أن يفقهانا في الدين وأسأله سبحانه أن يذكرنا من القرآن ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من كل سوء وفتنة وأن يحفظ عليها أمنها وإيمانها وأن يديما عليها رخاءها وأسأله جل وعلا أن يوفق ويبارك ويحفظ ولاة أمورنا ويسدد أمرهم ويسدد رأيهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه